عاوز تبدأ نظام سيام متقطع لازم تحت إشراف طبي باحته وخصوصاً للمرضى اللي عندهم أمراض مزمنة زي القلب تبدأ المرضى الناس بعلاً لدلوقتي مطلعين وموضة وبيقول لك السام المتقطع تحت إشراف طبي فيش حاجة أسماء كده أنا رايح أعمل نظام غذائي أو رايح أعمل نظام صحي الحياتي لازم تحاليلي أعمل تحاليلي أشوف إيه اللي نقصني في جسمي بعد كده أشوف لو في مشاكل صحية أعالجها بعد كده الدكتور يقول لي هنمشي إزاي بسيام المتقطع ده مش حاجة بتتعامل على long run مش حاجة بتتعامل فترات طويلة ده اللي عايز يخسر وزن فجأة يعني 2-3 كيلو مرة واحدة بيعمله بس هو عارف أنه ده هياخد منه شهر بكثير بس مش هادر يستمر فيه وبعد كده عادي بقى يعمل دايت دايت عادي يعني يعني عايز يخسس مثلا 2-3 كيلو بسرعة في أسبوع أو 2 هيعمل نظام قاسي بعد كده همشي على دايت مش مش هافضل عامل الحياة الصعبة تزيعيش فيها ترعوه من ضمن الحاجات اللي بتعمل لنا مشاكل الحاجة اسمها فقد في العضلات يعني فقد في العضلات أنا جسمي دلوقتي محتاج صغرات حرية وفي كتل عضلات لأن كمية الكاربوهدريت اللي حرية مدخلها اللي هي مصدر الطاقة عندنا الدهون والكاربوهدريت الدهون والكاربوهدريت أول ما تبتدي لحد دايت يقولك إيه امنع دهون امنع سكر لأ أنا محتاج دا بكمية ومحتاج دا بكمية لأن دا هيفيدني ودا هيفيدني ايوه أنا بيقولو امنع لفترة يعني بيقولوك امنع بس اليومين ثلاثة خلي وزنك ينزل فكأة بعد كده الجسم في اليومين ثلاثة تول هيعتمد على الطاقة بتاعته منين مخزون بق فهو خلص المخزون الجلايكوجين في الكبد يبتدي خش على العضلات. هيحصل بعد كده على ان احنا لو كملنا فترات طويلة على هذا النظام. هيحصل حاجة اسمها هو العضلات او العضلات هتنخسرها ويبتني شكلنا او اداءنا يبقى مش كويس. قولا واحدا النظام اللي يتعبني او يضايقني او ينرفزني او يعصبني او مش بتاعي. يعني لو النظام غير نمط حياتك وغير اسلوبك وغير اسلوب تعاملك في الحياة وغير مودك. النظام ده مش بتاعك خالص. بس بيجيب نتيجة يا دكتور برد. نتيجة ايه? انه بيقالن الوزن. تم فيه انظمة اللي هي انظمة عجز السعرات للحرارية العادية اللي انا بافتر وبتغدى وبتعشى وباخد ما به الوجبات سناكس وفي الاخر بخس عادي نفس القصة. ليه انا اصوم الصيام ده كله وبعدين اخد وجبه واحدة مرة. عشان الدروب السريع. عشان الدروب السريع. طيب انا محتاج الدروب السريع ان انا خلاص عملته. طيب بعد كده هعمل. عندي فرح عندي صفر عندي اي حاجة عايزة اعمل دروب سريع. طيب عملنا ده وعملنا الدروب السريع. ما بقدرش بعد كده يرجع لطبيعة الجسم. الجسم مش بيفهم. احنا عندنا عقل بس جسمنا مش بيفهم. انا النهارده حضرتك ما سمعتيش الجملة دي من اي حد يقولك انا مش باكل خالص. ولكن بدخن. لا. كتير بيجي لنا الايادات يقولك يا دكتور والله انا ما باكل غير وجبة واحدة. وبالنهار مش بالليل. ايوما الوجبة دي غلط. الوجبة دي مليانة بحاجة سعراتها عالية جدا. حسبنا الوجبة لا تتعدى الخمسمة سعرات. ايه بقى اللي حصل هنا. اللي حصل هنا ان هي ما كان عودت جسمها او هو عود جسمه ان هو يحرمه. حرمان. من عناصر معينة. اصبح الجسم من دي اشارة للمخ اوتوماتيك. اي حاجة تدخل الجسم يحصل لها اي. خزنها. عشان هنحتاجها في الاوات اللي هو حرمني منها.